بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الرابع عشر من الدرس الثاني بعنوان Drawing an Ellipse باستعمال 4 Centers Method سوف نشرح كيفية ترسم الإلipse اللي هو البيضاوي باعتماد طريقة الأربعة مراكز 4 Centers Method هذه الطريقة بتعتمد على إيه أو تفترض إيه تفترض أن الإلipse هو عبارة على 4 جزاء هذا الجزء الأول هذا الجزء الثاني الجزء الثالث والجزء الرابع وكل جزء هو عبارة على جزء من دايرة يعني إيه؟ يعني لو أخذت الجزء الأول ده هو عبارة على جزء من دايرة الجزء الثاني ده كمان هو عبارة على إيه؟ على جزء من دايرة الجزء الثالث ده هو عبارة على جزء من دايرة هذه الدايرة بتاعنا وآخر جزء هو عبارة على جوس من دايرة أو جزء من دايرة يعني في النهاية لو عايزين نرسم الإليبس محتاجين نعرف إيه نعرف المراكز بداع الدواير الأربعة دي يعني محتاجين نعرف المركز رقم واحد مركز اثنين والمركز ثلاثة والمركز أربعة لو حددنا المراكز خلاص انتهت عملية رسم الإليبس ليه؟ هتصبحها سهلة هروح أركز في المركز واحد وأفتح الفرجار للنقطة A اللي هي تعتبر معطى وأرسم الجزء بتاعي الأول دا أروح للمركز اثنين وأفتح الفرجار للنقطة B وأرسم الجزء الثاني بتاعي دا أروح للمركز ثلاثة وأفتح الفرجار إلى النقطة C وأرسم الجزء بتاعي دا رقم ثلاثة بعدها أروح للمركز أربعة وأفتح الفرجار للنقطة دي وأرسم A الجزء رقم أربعة خلينا الآن نشوف مع بعض إزاي هنحدد المركز الأربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة هنا عندنا كمعطى المجر أند منر أكسز يعني إيه؟ يعني عندنا المسافة بين الأي والبي هناخد مثال أبي تساوي خمسين ملي متر وعندنا كمعطى المسافة بين C و D هناخد مثال C D تساوي ثلاثين ملي متر يعني لو عايزين نرسم الإليبس بتاعنا أول حاجة نعملها نرسم المحور الأول دا بعدها نرسم المحور الثاني اللي هو المحور العمودي وناخد الفرجار نفتحه فتحة تساوي A B على 2 اللي هي 25 ونحدد النقطة A ونحدد النقطة B بعدها ناخد الفرجار ونركز في النقطة O ونفتحه فتحة 30 على 2 اللي هي 15 ونحدد النقطة C ونحدد النقطة D هذه كأول خطوة هنعملها رسمنا المحاور رسمنا النقاط الأربعة A B C D بعدها الخطوة الثانية هنعمل A هنوصل النقطة A بالنقطة C دي الخطوة رقم 2 الخطوة رقم 3 هنركز في النقطة O هنجيب الفرجار ونركز في النقطة O ونفتح الفرجار للنقطة A ونرسم الجزدة اللي هيتقاطع مع المحور العمودي في النقطة E يعني في الخطوة رقم 2 تحددنا النقطة E ودي نقطة مهمة جدا الخطوة رقم 3 هنركز في النقطة C ونفتح الفرجار للنقطة E ونرسم الجزدة الجزدة هيتقاطع مع الخط A C في النقطة F يعني بعد الخطوة دي تحصلنا على A تحصلنا على النقطة F الخطوة الموالية هو هنقسم الخط A F على 2 ودي طريقة معلومة وشرحناها جبل في المحاضرات جبل هنوصل هنوصل نقطة التقاطع هذه ونقطة التقاطع هذه ببعض إلى أن يتقاطع الخط مع المحور العمودي ده المحور العمودي ولو رسمنا الخط هذا ممكن نقول تحصلنا على مركزين لأنه السؤال كان لو نحن عايزين نرسم الإليبس السؤال كان هو ازاي نحدد الأربعة مركز هنا حددنا مركزين ده المركز رقم 1 وده المركز رقم 3 باجي مركزين ازاي هنجيبهم المركزين هنجيب الفرجار ونركز في النقطة O ونفتحه للنقطة 3 نجيبه من النحية التانية ونرسم الجزدة هيتقاطع مع المحور العمودي هيعطينا ايه هيعطينا المركز رقم 4 باجي عندنا مركز آخر ازاي هنجيبه هنجيب الفرجار ونركزه في النقطة O ونفتحه للنقطة رقم 1 فتحة دي ونجيبه من النحية التانية ونرسم الجزدة هيتقاطع مع المحور الأفقي وهيعطينا المركز رقم 2 وكده تحصننا على المراكز الأربعة عشان نرسم ايه الإليبس ده المركز 1 2 3 4 باجي الآن نرسم الأجواس الأربعة بتاعنا هنجيب الفرجار ونركزه ولكن قبل ما نجيب الفرجار محتاجين نوصل المراكز الأربعة ببعض نوصل المركز 1 بالمركز 4 بعدها نوصل المركز 4 بالمركز 2 والمركز 2 بالمركز 3 وصلنا المراكز ببعض بعدها هنجيب الفرجار ونركز في النقطة 1 ونفتح الفرجار للنقطة A ونرسم A الجوس الأول بتاعنا بعدها هنجيب الفرجار ونروح للمركز 2 ونفتحه للنقطة B ونرسم الجوس رقم 2 الآن تحصلنا على جوس N من الإليبس باقي جوس N هنروح للمركز 3 ونفتح الفرجار للنقطة C هذه الفتحة كلها بتاع الفرجار ونرسم الجوس رقم 3 هذا الجوس بتاعنا رقم 3 بعدها نروح للمركز 4 ونفتح الفرجار لفين هنفتحه للنقطة D هنفتح الفرجار للنقطة D ونرسم A الجوس بتاعنا رقم 4 وكده تحصلنا على الإليبس باستعمال الفور سنتر ماثد طريقة الأربعة مراكس